الآن مشاهدين إلى شباك هاشتاك ونرصد فيه اليوم تفاعل التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي وينضم إلينا ويسام دعاسي أهلا بك ويسام حتى في تونس يبدو أن المرأة تتعرض للتعطيل وإن كان عبر تعطيل جلسة لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة بالفعل البرلمان التونسي شاهد خلال الأيام الفارطة أجواء سياسية مشحونة جدا بدأت بهذه المشحنات بتصريح مثير لأحد النواب عن اتلاف الكرامة هذا التصريح أو هذه المداخلة في البرلمان أثناء منقشة مشروع ميزانية الدولة للعامة المقبل اعتبرت فيها إساءة ومس من حقوق وحريات المرأة وهذه المشاهدات تطورت فيما بعد إلى تبادل الاتهامات وتبادل عنف أيضا بين نواب اتلاف الكرامة والكتلة الديمقراطية وهما أدى إلى اعتصام الكتلة المطالبة برئاسة البرلمان بالاعتدار والتنديد بممارسة العنف ولأول مرة تقريبا المواطن التونسي يشاهد قطرات دم على جبين أحد النواب نشاهد هذا التصريح للنأب الذي تعرض للاعتداء ثم نعود لعرض بعض التعليقات التي جاءت على خلفية أحداث العنف التي شهدها البرلمان المجلس تخلوا الارهاب المجلس هذا تخلوا الارهاب باعتلاف الكرامة يعتديوا عن النواب العنف ما يتخلوا تخلوا في المجلس هذا العنف سي ما عادش نجموا نحكيه إحنا في المجلس ما عادش نجموا أنا مش نداوه مش عاودوا يضربوني ما حاصلين المجلس لبرة دخلوني بالصيف راوخة هربوني هربوني منهم الأمن مشاهد غير مألوفة في البرلمان التونسي مشاهد عنف وتبادل لاتهامات وعراك بأليادي بين نواب التلاف الكرامة والكتلة الديمقراطية تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير يقول سليم أحمدان اتهام نواب التلاف الكرامة بالعنف والإرهاب هو من صنف اتهامات المجرم بن علي لبعارضيه ومن قبيل أنت إرهابي وعليك أثبات براءتك سامير الوافي يقول في تدوينة تطويلة أن أبا العفاس ليس غبيا ولا ساذجا وتصريحه مدروس وموفق انتخابيا بقطع النظر عن موقفنا منه وهو يعرف كما يقول ولا يكترث برد فاعل منتقديه الحدثيين قال قل أنت عن نواب اتلاف الكرامة دواعش ومتطرفين ومتشددين وأعداء الحريات المهم أن لذلك الخطاب ثمنه في سوق وصندوق الانتخابات السحب بن فرج يقول من الواضح أن المجلس مات سياسيا بضعة أشهر بعد ولادته والواضح أيضا أنه يموت أخلاقيا يوما بعد يوم والجري به العمل في حالة الموت وتفاديا للتعفن وما قد ينجر عنه من أمراض وأوبئة أن يعلن الطبيب الشرعي الدستور في هذه الحالة عن الوفاة ويحدد توقيتها بينما تتكفل البلدية أي صورة العمومية بتنظيم إجراء الدفن هيثم المحذي يقول التصور أنه من الأفضل عن اتلاف الكرامة التراجع عن الخطاب وشيطنة كل شيء وخاصة الموجه لوسائل الإعلام قد تكون لديك أقوى الصفحات على الفيسبوك وتعمل في آلاف المشاهدات ولكن هذا لن يعوض أبدا حضورك في أي منبر أعلامي أنت الخاصر الأكبر هذا تعليقا ربما على مقاطعة وسائل العلام لأتلاف الكرامة على خلفية ما وصف بالتحريض وممارسة العنف وننتهي بتعليق أخير لشهر زاد عكاشة تقول لماذا لا نقاطع جميعنا أتلاف الكرامة على الفيسبوك لما قطعناهم كصحفيين كادوا يفقدون رشدهم صدقوني لن ينتهي هؤلاء ولن يضعفوا إلا بالمقاطعة حينها سوف يخرجون يخرجون أقدر ما بقي مختبئا فيهم ولن يكسبوا تعاطف جمهورهم بما أنهم لن يجدوا ما يستندون عليه للعب دور الضحية هذه مجمل التعليقات التي جاءت على خلفية مشاهد العنف غير المسبوقة في البرلمان التونسي والتي تراوحت بين التنديد وبين الرفض وعدم القبول نعم ويسام وننتقل إلى الموضوع الثاني وهو موضوع طريف يعني ينظر حدوثه في مدارس البلدان العربية مدارس صارمة وتفتقد إلى العفوية أستاذ يرقص مع تلاميذه بالفعل الموضوع الثاني ربما يبعث على الأمل والتفاؤل أن يرقص أحد المدرسين في ولاية بن زرت في أحد المدارس مدارس الرفية مع أبناءه التلاميذ هذا شيء إيجابي وهذا شيء يبعث على الأمل خاصة في دل الوضعية المزرية ربما لبعض المؤسسات التربوية في المناطق الداخلية التي تعاني من قلة الأمكانيات ومحدودية الأجهزة أجهزة التربية وكذلك الأجهزة داخل من طاولات وإلى غيره ذلك هذا الفيديو أثار استحسان كثير من رواد رواد الفيسبوك خاصة نشاهد هذا الفيديو ثم نعود لعرض بعض التعليقات التي جاءت يعني كرد فعل عليها ترجمة نانسي قنقر 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 نعم ويسام شكرا لك